أكثر من 700 مليار دينار كلفة الصراع الليبي في عشر سنوات وفق اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة اللجنة قالت في تقرير لها بعنوان الكلفة الاقتصادية للصراع في ليبيا إن هذا التقييم أكثر واقعية لتقدير آثار الصراع باستخدام بيانات حديثة تأخذ في الاعتبار التغييرات الاقتصادية الناتجة عن الأزمة مؤكدة أنه حسب توقعات صندوق النقد الدولي يمكن أن تصل كلفة الحرب في ليبيا بين عامي 2016 و2020 إلى أكثر من 490 مليار دينار فيما تقدر الكلفة الإجمالية للصراع منذ اندلاعه في عام 2011 حتى 2020 إلى أكثر من 780 مليار دينار ليبي قرابة 628 مليار دينار هي الكلفة التي ستصل إليها ليبيا في الفترة بين 2021 و2025 إذا لم يوقع اتفاق السلام فيها وفق ما أكدته اللجنة الاقتصادية مضيفة أن المبلغ سيصل إلى ما يعادل 313 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي للدينار الليبي من 2011 حتى 2025 الإسكوا أوضحت أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية أدت إلى زيادة الخسائر الاقتصادية في ليبيا وهي تدمير الأصول الرأسمالية وخسارة الإنتاجية وتراجع أسعار النفط في الأسواق المالية وهي كلها خسائر مرتبطة بالدمار الذي سببه الصراع وعطل التجارة الخارجية وشل الاقتصاد حيث تم تسجيل خفاض كبير في صادرات بعض المنتجات الرئيسية المتعلقة بالنفط اللجنة الأممية قالت أيضاً إن الصراع أدخل الاقتصاد الليبي في أزمة غير مسبوقة ويجب إطلاق مفاوضات سياسية مكثفة لاستعادة السلام والمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد الوطني ويتطلب ذلك خطة لإعادة البناء والانعاش تستند على ثلاثة ركاز وهي حوكمة اقتصادية فعالة من خلال إطار مؤسسي جديد وإعادة التأهيل والإعمار في القطاعات المتضررة وتعزيز النمو والاستثمار من خلال برامج طارئة ترجمة نانسي قنقر